عشان تنفذ فكرة يا أحمد إيه الأكتر مشاكل اللي بتقبلك بعيدا عن تسجيل الفكرة؟ لا هو الطبيعي وإنت عايز تنفذها عايز أديد أفكار جدي الناس تستفيد لكده بأعمل منها عينة أو بوتوطايف وبعد كده بيبتدي تتعرض على الناس نحن عايزين نعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة مكونات وكذا بيتحسب بيتعملوا بقى زي دراسة جدوى لو المشروع ناجح كبيزنس وفضن هو يتنفذ فكل المراحل دي مش موجودة نحن هنا في مصر الناس حتى اللي عندهم ابتكارات يبقوا عارفين بعض وأساسين حاجة زي منتدى كده الناس كلها موجودة عليه فيش أي حد عمل أي حاجة جواه مصر طب ده مش بيكون شيء محبط ليكو ولا ممكن تتفكر خلاص لو أنا مش قادر ننفذه هنا أنا ممكن أن ننفذه في أي دولة تانية فيه ناس بتبيع وخلاص بيطلع ننفذ بها تانية فيه ناس بتمسك بالموضاع بتاعهم يعني لا أنا مش عمله غير لما عمله هنا بالطريقة بتاعتي حتى لو هعملوا بفلوسي في من الأيام يعني أحمد طبعا لازم أقولك أنه احنا بنوفخ ورينا ما بنلاقي مخترعين مصريين احنا دايما بنسمع أسامي عالمية فبنبسط أكتر بكثير قوي ما بيكون مصري وقدم حاجة بتفيدنا كلنا فأنا بشكرك جدام بأتمنى لك التوفيق إن شاء الله كل الحاجات اللي بتكون موجودة قدامكم في الحكومة الجديدة حتتحل بإذن الله بشكركم رسدي بشكر المخترع مش مهندس أحمد وصفي ومشاهدين خليكم معنا تابعونا لسه معنا فكرات تانية في نهارك سعيد